هذه أبرز العناوين وليد راقراجي يتخذ قرارا هاما قبل الإعلان عن قائمة المنتخب لخوض مباراة ليبيريا ياسين بونو يرد على شرط مدريد بالتخلي عن المنتخب المغربي لاعب الأسود يدخل تاريخ الدور الإنجليزي بشكل مباكر والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس وليد راقراجي يتخذ قرارا هاما قبل الإعلان عن قائمة المنتخب لخوض مباراة ليبيريا يستعد مدريب منتخب المغرب وليد راقراجي للكشف عن القائمة النهائية المستدعات لخوض مباراة ليبيريا في التاسع من شتنبر على ملعب الكبير في أكادير ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقية التي تحتضرها الساحل العاج مطلع السنة القادمة وبعد ذلك يواجه منتخب أصود الأطلس نظره منتخب بوركينفاصو في الثاني عشر من الشهر النفسي على ملعب لانس في فرنسا تحضيرا للاستحقاقات القادمة وبتميش به مؤكد أن تشهد التشكلة الأساسية لمنتخب المغرب بعد التغييرات في المباراتين معاين إذ يعتزم المدرب وليد راقراجي الاعتماد على بعض اللاعبين الجدد الذين تألقوا مع المنتخب المغرب الأولمبية في منافسات بطولة كأس أمم إفريقية تحت الثلاثة والعشرين سنة وكشف موقع العرب الجديد أن المدرب وليد راقراجي شرع في التواصل مع عدد من نجوم منتخب أصود الأطلس للإطلاع على آخر مستجداتهم برفقة أنذيتهم وضف المصدر نفسه أن راقراجي تواصل مع رومانسيس باعتباره قائدا لمنتخب أصود الأطلس وعدد من اللاعبين الذين عانوا من الإصابة في الفترة الأخيرة من أبرزهم عزدين أونحي وأمين حارث وسلم أملاح ذات المصدر أشار إلى أن وليد راقراجي يتجه إلى استدعاء غالبية اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كأس العالم نظرا لأن الانطباع الجيد الذي تركه في هذه المسابقة العالمية بالوصول إلى دور نصف نهائي كما ستضم القائمة عددا من العناصر الجدودة مثل إسماعي السيباري وبنيامي البوشواري وأسما العزوزي وشادي رياض وأيوب عمراوية وذلك بهدف اختبارهم قبل الحسم في مشاركتهم في بطولة الكان المقبل ياسين بونو يرد على شرط مدريد بالتخلي عن المنتخب المغربي أكدت صحيفة ماركا وأصل إسبانيتين أن نادي ريال مدريد قد أغلق باب التفاوض بشأن التعاقد مع الحارس ياسين بونو وكان ياسين بونو الخيار الأول لتعويض اللاعب المصابت بكورتوى إلا أن النادي قرر تغيير تجاهه وافدت المصدر أن الاختيار قد وقع على الحارس الإسباني كبال الذي يلعب حاليا لصالح نادي الشيس الإنجليزية وقد أرجع متتبعون لأحداث الكرة الإسبانية هذا التغيير في القرار إلى عدة حوامل منها تمسك بونو بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا مع المنتخب المغربي في الفترة من يناير إلى فبراير حيث أشارت ذات المصادر أن بونو رفض شرط ريال مدريد والذي طالبه بالتخلي عن المنتخب المغربي وعدم المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة لكي لا يغيب عن المباريات الهامة للفريق الملكي أغير أن بونو رفض هذا الشرط وتمسك باللاعب مع المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا بكو ديفور لاعب الأسود يدخل تاريخ الدور الإنجليزي بشكل مبكر دخل الدول والمغرب أنص زروري تاريخ الدور الإنجليزي هذا الموسم بعدما بات أول لعب يطرد في النسخة التي انطلقت أمس الجمعة وعرفت مباراة بيرلي ومونشستر سيتي يوم أمس الجمعة في افتتاح منافسات الدور الإنجليزي الممتاز أول حالة طرد لموسم 2023-2024 وأعقى الزروري لاعب الستي كيلولكر ليحصل على بطاقة صفراء قبل أن يتلقى الحكم إشارة من غرفة الفارة بدرورة مراجعة اللقطة بسبب الشباهين في وجود تدخل عنيف ورجع الحكم اللقطة بالفعل قبل أن يعود إلى الملعب ويلغي البطاقة الصفراء ويطرد لاعب بيرلي ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيق الرابعة والتسعين وغادر الزروري ملعب المباراة على الفور دون اعتراد قبل أن تنتهي المباراة عند الضقيقة 98 بنتيجة 3-0 أنصير يخطف الأضواء مجددا ويظف خبرا صار للرقراجي عاد الدولي والمغربي يوصف أنصير المهاجم فارق إشبيليا الأسباني لكرة القدم إلى دائرة الأضواء خلال المباراة التي جمعت ناديها أمام فالنسيا برسم مباراة الجولة الأولى من الدور الإسباني الدرج الأولى وتحصل النجم المغربي على تنقيد جيد بـ 7.2 من 10 حسب موقع سكورد المختص في الأرقام وأحصائية اللاعبين حيث بصم على مستوى مميز مما سهم في تواجده ضمن النجوم المواجهة وكأفضل لاعب في الصفوف ناديها والسجل المهاجم المغربي الهدف الوحيد لناديه في المواجهة خلال الدقيقة السبعين تجدر الإشارة إلى أن زملاء يوصف أنصيري قد انهزموا في المباراة التي جمعتهم أمس الجمعة أمام فالنسيا بالنتيجة هدفين مقابل هدف واحد المنتخب الوطني يوقف البطولة الاحترافية لمدة شهر ونصف كشف عبدالسلام بلقشور رئيس العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم عن مدة توقف البطولة الاحترافية تزامنا مع فترة مشاركة المنتخب الوطني المغربي في نهاية كأس أفريقيا المقررة بالكودفور وأكد المتحدث نفسه أن البطولة الاحترافية ستتوقف لمدة 45 يوما مع إمكانية تمديدها في حال بلغ الأصود مراحل متقدمة من المنافسة وأوضح رئيس العصبة الاحترافية أن زملاء رومانسيس يحتاجون قبل مشاركة في الكان إلى فترة تحدرية ما سيفرض توقف الدورية تجدر الإشار إلى أن مسابقة كأس أفريقيا ستقام بلكودفور خلال الفترة ما بين الثالث عشر من يناير والحادي عشر من فبراير 2024 وزير رياضة السعود يشيد بدور الجامعة الملكية في طفرة كرة القدم المغربية نوها سمو الأمير عبدالعزيز بونتوركي الفيصل وزير رياضة بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بالعمل الذي تبدله الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوز القجعة والذي أتمر طفرة كروية في المغرب وتمن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم العمل الذي تبدله الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا سيما بعد الإنجاز التاريخي لمنتخب كرة القدم رجالا في كأس العالم بقطر وتأهل التاريخي للدور الثاني من منافسة كأس العالم بأستراليا بنسبة للسيدات واجأ ذلك في كلمة السمو الأمير عبدالعزز بن تركيا الفيصل في افتتاح أعمال الجمعية العمومية السابعة والعشرين للاتحاد العربي لكرة القدم التي انطلقت يوم السبت في مدينة الطائفة السعودية ويتضمن الاشتماع تشكيل لجنة الصياغة محضر الشماعي الجمعية ولجنة الاقتراع للانتخابات والمصادقة على محضر الشماعي الجمعية العمومية السابقة كما سيتم الإطلاع على تقرر مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن أعمال الاتحاد للفترة الماضية ولمصادقة عليها بالإضافة إلى مقترح مجلس الاتحاد بإضافة فقرات للنظام الأساسي قبل انتخاب عضو مجلس الاتحاد الشاغل عن قارة أسياء كما يرأس رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم اجتماع مجلس الاتحاد السابعة والسبعين حيث سيتم اعتماد تقارر الأمان العام للاتحاد اشتركوا في القناة